تتنافس كافة دول العالم في الحصول على المعادن الأرضية النادرة لذلك تسعى كافة الدول إلى الاهتمام بها خاصة وأنها تلعب دورا كبيرا في أمن الطاقة وستزداد الحاجة إلى هذه العناصر الأرضية النادرة من 5 إلى 6 أضعاف بحلول عام 2030 ونحو 7 أضعاف بحلول عام 2050 في ظل حالة التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى في النظام العالمي تسعى دول العالم إلى الاهتمام بالمعادن النادرة خاصة وأنها تلعب دورا حاسما في أمن الطاقة واستدادمتها النيوديام والبرسيديام يعدان من أكثر العناصر الأرضية النادرة الخفيفة الضرورية في منتجات مثل المحركات والتوربينات والأجهزة الطبية وتلك العناصر قد ازداد الطلب عليها في السنوات الأخيرة مع نمو التكنولوجيا وسوف يستمر في الصعود وسط الصباق المستمر في مجال صناعة السيارات الكهربائية ونظرا لأن العالم يستسمر بكسافة الاقتصاد الرقمي والتحول إلى الأخضر فإن الحاجة إلى هذه العناصر الأرضية النادرة ستزداد من خمسة إلى ستة أضعاف بحلول عام 2030 ونحو السبعة أضعاف بحلول عام 2050 وفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية والبنك الدولي الصين تعد أكبر منتج للمعادن الأرضية النادرة في العالم وذلك وفقا لتقرير لمركز المعلومات بمجلس الوزراء يزدنتج نحو 61% من الانتاج العالمي من المعادن الأرضية النادرة أي ما يعادل نحو 168 ألف طن من إجمالي الانتاج العالمي من المعادن الأرضية النادرة البالغ 277.1 ألف طن في حين تنتج الولايات المتحدة وبورما وأستراليا وطايلاند معا ما يقرب من 35% من الانتاج العالمي من المعادن الأرضية النادرة الاهتمام العالمي بالبحث عن المعادن الأرضية النادرة يمثل فرصة كبيرة لدول القارة الأفريقية خاصة في ظل ما تتمتع به هذه الدول من سروات ومعادن أرضية النادرة وعليه يمكن للدول الأفريقية الاستفادة من تسارع الجهود العالمية للبحث عن العناصر الأرضية النادرة لقلب الإيرادات إليها لتمويل الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأساسية والحد من الفقر واستخدام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز الشراكات التجارية الأفريقية والعالمية